احتفالا بعيد الميلاد نشر جو بايدن وزوجته جيل ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغلوس ايموف هاتين الصورتين العائليتين للتعبير عن دفء العلاقات والأمنيات لكن يبدو أن هناك من أراد التشكيك بمصداقية سياسة الرئاسة الأمريكية فهذه صورة لعائلة بالكاد تجد ما يقيها البرد وهي تقف خارج مكان إقامة هاريس وسط التقس المتجمد هكذا مشاهدين يبدو منزل أو مكان إقامة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وذلك في واشنطن وطبعا المنزل من الخارج منزل كبير وواسع وتحيط به الحدائق وعلى الأغلب دافئ في الداخل أيضا لكن هكذا كان المشهد بالقرب من منزل هاريس عشية عيد الميلاد حيث وصلت حافلات إلى هناك تقل مهاجرين وطلبت منهم النزول ومن بينهم طالبوا لجوء من الإكوادور وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وبيرو وكولومبيا وتم تقدير درجة الحرارة بثماني درجات تحت الصفر ثم قامت إحدى المنظمات الإنسانية بإعطاء بعض المهاجرين بطانيات ونقلتهم إلى مراكز للإيواء وكنيسة محلية السؤال هو من المسؤول عن إرسال المهاجرين إلى المنطقة التي يقع مقر إقامة نائبة الرئيس فيها لم يتبنى أحد المسؤولية إلا أن الأصابع تشير إلى حاكم تكساس غريك أبوت الذي يعد من أشد المنتقدين لسياسات الهجرة لإدارة بايدن وهو واحد من ثلاثة حكام جمهوريين نقلوا المهاجرين إلى الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون في شمال البلاد وقد أكد أبوت أن ولايته أرسلت حافلات تحمل مهاجرين في أيلول سبتمبر إلى مقر إقامة هاريس في ذلك الوقت لم يؤكد أبوت مسؤوليته هذه المرة عن نقل المهاجرين إلا أن البيت الأبيض قال تخلى الحاكم أبوت عن أطفال ووضعهم في الشارع في حرارة دون الصفر عشية عيد الميلاد دون التنسيق مع أي سلطات اتحادية أو محلية نحن مستعدون للعمل مع أي جمهوري أو ديمقراطي للتوصل لحقوق حقيقية مثل الإصلاح الشامل للهجرة وتدابير أمن الحدود التي أرسلها الرئيس بايدن إلى الكونغرس في أول يوم له في منصبه لكن هذه الألعاب السياسية لا تحقق شيئا سوى تعريض الأرواح للخطر الجدل بشأن حافلات المهاجرين أمام منزل هاريس يأتي وسط تصاعد أزمة المهاجرين في الولايات المتحدة فقد أعلنت سلطات الحدود سابقا أنها واجهت أكثر من مليوني مهاجر حاول بعضهم مرارا عبور الحدود في هذه السنة شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها